أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي اليوم برباط مباحثات مع النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية لغينيا بساو إيناسو كوريا وذلك على هامش الندوة الإقليمية التي يحتضنها البرلمان المغربي حول موضوع تعزيز عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإشراك البرلمان في آليات الاستعراض الدوري الشامل الجانبين تناول خلال هذا اللقاء سبل تعزيز علاقات التعامل بين البلدين خاصة في المجال البرلماني حيث تم تأكيد على ضرورة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية